قام مجهولون بقطع المئات من أشجار الكروم ببردية أسهل في ولاية تسدي بالعباس الأمر الذي استأله الكثير من الفلاحين خاصة وأنهم ينتظروا أربع سنوات حتى تمتج وفي الأخير تم قطع بطريقة مؤسفة حيث طالبوا السلطات الأمنية لإسراع في فتح تحقيق وتخديد هوية الفاعلين المزيد مع عبد الكريم عشور تبادي السجرة هذه تشوف فيها ربع سنوات ونحن نخدم فيها روايال هذه وسنة دير الغلة وراءكم تشوفوا الغلة هنا بعينكم هذا المصمار غلق قطعها الأحسب الجدراتي حق المشكلة هذه هي أننا نطلبها تحقيق من السلطات خطر قائل في اللحارهم يقانوا قائل في اللحارهم يقانوا هذه المشكلة غير تهضر مع أحد يكون عندك مشكلة والله يزو في الليل يقطعوا لك السجرة الظاهرة القطاع التعالي طاعة السجرة لها كاينة في السهلة لها بزيف قطعوننا ضيعوا ناس صجرة ووقعوا الناس مراهاش تخاف الله وانجت تخاف الله والحمد لله ربي رب هو اللي يخلص شباين ذي الواق ويخلصوا قايا يخلصوا خلصوا لما خلش هنا يخلصوا لنا قد نسمعوا في حقنا أنا خمس سنين ولا تسترنا فيها ويجي يجي واحد مجرم يضيع حرب شكرا